أساس صناعة الغباء إبليس الأبالسة هو الذي يهيئ رجال الدين في كل الأديان لكنني أتحدث عن واقعنا الشيعي هنا وإلا فرجال الدين في كل الأديان هم مكائن لإنتاج الغباء في أوساط جمهورهم الكتاب الذي بين يديه نهج البلاغة الشريف ماذا يقول أمير المؤمنين؟ هذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة التاسعة بعد العاشرة الحديث المرقم بالرقم السابع أمير المؤمنين هكذا يقول يتحدث عن أولياء الشيطان اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً أساساً كل ما عندهم من الشيطان لماذا؟ لأنهم يبحثون عن الرئاسة الدينية الطريق الأفضل للوصول إليها الشيطان المنهج الشيطاني حينما يستمعون إلى وساوس الشيطان عبر شياطين الجن وعبر شياطين الأنس وعبر الوسوسة الواصلة إلى قلوبهم فيما يخططونه للوصول إلى الرئاسة الدينية وهي أخطر من الرئاسة الدنيوية اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً هذا حال جميع أصحاب العمائم يبحثون عن الرئاسة الدينية يبحثون عن جمع الأموال بأي طريقتين بالحلال أو بالحرام لا يعبؤون بالطريقة التي سيحصلون من خلالها على الأموال اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً واتخذهم له أشراكاً جعلهم وسائل مكائن لصناعة الغباء لتضليل الناس وإنما يضلل الناس بالتجهيل والتثويل وأفضل الذين يقومون بهذا الدور مراجعنا العظام عبر كتبهم التي هي كتب الضلال يخالفون فيها منهج الغدير منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً واتخذهم له أشراكاً فباض وفرخ في صدورهم جعلهم مصانع للغباء ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم لقد ركب لهم كل البرامج كل برامج الغباء الاصطناعي اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً واتخذهم له أشراكاً أنا أسألكم وأنتم أجبوني السستاني حينما يتبنى هذا المنهج من أن النواصب أنفسنا ويعمل به الكلام ليس للتقية مثل ما يضحكون عليكم إنه يعمل به بل يصدر الفتاوى على هذا الأساس منهجه في الحياة مبني على هذا الأساس حتى في عقائده حتى في عقائده منهجه العقائدي مبني على هذا الفكر هذا ذكاء أم غباء أنا أسألكم السستاني لا يحتاج النواصب في شيء النواصب هم الذين يحتاجونه النواصب لم ينفع السستاني في شيء السستاني هو الذي خدم النواصب السستاني ليس محتاجاً للنواصبي لا لرجال دينهم ولا لرجال سياستهم ولا لعامة الناس منهم النواصب هم الذين يحتاجون ما حاجته لهذا المنهج إنه الغباء العقائدي الشيطاني حاجته للمنهج إنما تتأسس على هذا الأساس على أساس الغباء والشيعة والشيعة يقبلون ذلك ويقولون من أنه نائب صاحب الزمان أنا أسألكم أنتم الذين تقولون نحن شيعة صاحب الزمان إذا كان يتبنى هذا المنهج لا معنى لبيعة الغدير ما معنى والي من والاه وعادي من عاداه إذا كان النواصب الكافرون ببيعة الغدير يكونون أنفسنا لا معنى لبيعة الغدير ولا معنى للبراءة من سقيفة بني ساعدة ودم الزهراء ذهب هدرا إذن سيكون محمد باقر الصدر صادقا في كتابه فدك في التعريخ حين يتحدث عن فشل الثورة الفاطمية وعن فشل المشروع الفاطمي بسبب ذكاء أبي بكر رضي الله عنه كما يقول هو بسبب ذكاء الخليفة أبي بكر رضي الله عنه صار مشروع فاطمة صار مشروعا فاشلا وفشل ثورة فاطمة وفشل مشروع فاطمة سيكون محمد باقر الصدر صادقا ودقيقا في كلامه لا معنى لعاشوراء ولا معنى لدم الحسين حينئذ لأن النواصب هم الذين قتلوا الحسين ولأن النواصب في زماننا هم أبناء أولئك ويدافعون عنهم ويبحثون عن المبررات لتصحيح قتلهم للحسين ولا يعبأون بقتل الحسين أساسا وكل الذي جرى على الأئمة لا قيمة له لا معنى للغيبة لا معنى للغيبة حينئذ ولا معنى للثأر الحسيني ولا معنى للرجعة إذا كان النواصب أنفسنا مثل ما يقول السيستاني هذا هو الغباء المرجعي العقائدي الكلام لا يقف عند هذه النقطة بقية المراجع لهم حظهم من هذا الغباء كل بحسبه لكن الغباء السيستانية تجاوز الحدود أتحدث عن غبائه العقائدي لا أتحدث عن ذهائه لأجل أن يضحك على عقول الشيعة وهو جزء من الغباء الاصطناعي الإبليسي أمير المؤمنين يتحدث عن هذه الحقائق اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم هذه النتائج أن نواصب أنفسنا نتائج بيضي وتفريخي إبليس في صدور المراجع هي هذه اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم جعلهم مكائن ومصانع وآلات لصناعة الغباء في العقل الشيعي فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم صنع الغباء فيهم أولا وهم بعد ذلك صنعوا الغباء في الواقع الشيعي فنظر بأعينهم نظر الشيطان بأعين مراجع الشيعة ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل الزلل ماذا قال إمام زماننا لأكثر مراجع الشيعة في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشرة للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم هذا الخطاب لمراجع الشيعة سنة أربعمية وعشرة فماذا سيقول لهم سنة ألف أربعمية وثلاثة وأربعين ونحن في آخر أيامها فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل الخطل هو الرأي الضال هو القول الضال النواصب أنفسنا هذا هو الخطل الخطل حين اختلأ بعمر موسى السيستاني وقال له يوجه الخطاب إلى الحكام العرب لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران وقد استجاب العرب لذلك ومؤتمر جد مصداق واضح للبرنامج السيستاني الشيطاني الوهابي فركب بهم الزلال وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه نشر الغباء في العقل الشيعي وصار الواقع الشيعي غبيا لا أتحدث عن السيستاني فقط إنما أتحدث عن شيخ الطائفة الطوسي ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا غباء الطوسي هو الذي يهيمن على الواقع الشيعي يهيمن على مراجع الشيعة أولا ويهيمن على عامة الشيعة ثانيا أمير المؤمنين في موطن آخر من كلامه صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة الثامنة والسبعين من الخطبة السابعة والثمانين أمير المؤمنين هكذا يقول وآخر قد تسمى عالماً وليس به إنه عالم بحسب موازين حوزة الطوسي إنها موازين الشافعي إنها موازين النواصب لا بحسب موازين العترة الطاهرة موازين العلم بحسب العترة الطاهرة أعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عننا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً من هؤلاء الرواة حتى يكون محدثاً فقيل للصادق صلوات الله عليه أو يكون المؤمن محدثاً قال يكون مفهماً والمفهم محدث هذه موازين العترة أما موازين حوزة النجف هي موازين السقيفة بني ساعدة وآخر قد تسمى عالماً وليس به إنهم مراجع النجف الشيعة يقولون عنهم علماء الإمام يقول فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً من فقهاء الشيعة حتى يكون محدثاً وآخر قد تسمى عالماً وليس به فاقتبس جهائل من جهال من المراجع الذين سبقوه ومن جهال نواصب سقيفة بني ساعدة وآخر قد تسمى عالماً وليس به فاقتبس جهائل من جهال من المراجع الذين سبقوه وأضاليل من ضلال من ضلال السقيفة بني ساعدة فأخذ التفسير منهم وأخذ علم الكلام منهم وأخذ علم أصول الفقه منهم وأخذ علم الرجال منهم وأخذ 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 وآخر قد تسمى عالماً وليس به ما هو بعالم فاقتبس جهائل من جهال كالنماذج التي مرت علينا ماذا تقولون عن منطقي محمد الشيرازي وصادق الشيرازي وأحسين الشيرازي وبشير النجفي وأسحاق الفياض ما عرضته بين أيديكم هل هذا علم هل هذه حقائق وآخر قد تسمى عالماً وليس به فاقتبس جهائل من جهال هذه هي الجهائل من الجهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكاً من حبائل غرور وقول زور عبر الفضائيات وعبر الوكلاء وعبر الحوزات وعبر الرسائل العملية ونصب للناس أشراكاً هم ليسوا متأكدين من صحة رسائلهم العملية ولذا يكتبون في أول الرسائل العملية من أن العمل بها مجزء ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى هكذا يكتبون لأنهم ليسوا متأكدين من صحة ما كتبوا في رسائلهم العملية أتعلمون هم أيضاً في الكثير من الأحيان يخالفون فتواهم التي في الرسائل أنا لا أحدثكم جزافة أنا أحدثكم عن حقائق هذه حقائق المراجع أنا لا أحدثكم من خيالين يخالفون الكثير من الفتاوى التي يعطونها لمقلديهم حتى في الوضوء وحتى في الصلاة حتى في هذه الأمور الواضحة ويعملون بغير ذلك وحينما يعترض عليهم يقولون نحن نفتي بحسب المشهور لا نريد أن نخالف المشهور لكننا نعتقد بأمر آخر وفي الدروس يعلمون التلامذة غير ذلك غير الذي يعملون به وغير الذي يكتبونه في الرسائل العملية وحينما يسألون عن ذلك يقولون إننا في مقام الدرس لسنا في مقام الإفتاء والعمل فلا بأس بهذا ليس هناك من إشكال هذا هو الغباء الإبليسي وهذا هو الغباء الإصطناعي ما هو الدين واحد والعلم واحد والحق واحد لماذا في الدروس تذكرون شيئا وتخالفونه في الرسائل العملية وحينما تعملون أنتم يا أيها المراجع تخالفون ما تذكرون في دروسكم وما تكتبونه في رسائلكم العملية أنا لا أحدثكم عن صغار المراجع أنا أحدثكم عن الخوئي وأمثاله وحينما أحدثكم عن الخوئي لا قيمة للسستاني والبشير النجفي وأمثالهما فهؤلاء ما هم إلا صدا ضعيف من صوت يقال له الخوئي وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه نقض بيعة الغدير في بيعة الغدير نحن بايعنا على أن نفسر القرآن بتفسير علي فقط أما تفسير مراجع النجفي وكربلاء منذ زمن الطوسي منذ تفسير التبيان وإلى يومنا هذا بالضبط مثل ما يقول أمير المؤمنين قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم فيقول للناس الإيمان بالرجعة ليس ضروريا والرجعة من العظائم في أحاديث أهل البيت الرجعة العظيمة من العظائم لذا أصطلح عليها الرجعة العظيمة لأنها وصفت في أحاديث العترة وأحاديث أصحاب الأئمة بأنها من الأمور العظائم وهؤلاء يهونون العظائم على الشيعة يقولون لهم من أن الرجعة ليست من العقائد الضرورية والأئمة يقولون من أنه ليس منا وليس من شيعتنا من لم يعتقد برجعتنا هذا مثال أنا لا أستطيع أن أقف على كل العظائم التي هونها هؤلاء أتحدث عن مراجع النجف وكربلا حينما ينسبون السهوة والغفلة إلى المعصوم هذه عظائم حينما يصدرون الفتاوى بنجاسة دم المعصوم هذه عظائم يهونونها حينما يصدرون الفتاوى من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير من الصلاة الواجبة يبطل الصلاة هذه من أعظم العظائم ذكر علي يبطل الصلاة من طيع الله حظكم وحظ فتاواكم وحظ دينكم وحظ حوزتكم اللي هي أساسا طايع حظها يؤمن الناس من العظائم ويهونوا كبير الجرائم أية جريمة أكبر من عدم ذكر علي إنهم يجعلون عدم ذكر علي واجبا واجبا يجب عليك أن لا تذكر علي في الصلاة وإلا فصلاتك باطلة ألا تف على صلاتهم ألا تف على مرجعياتهم ألا لعنة على دينهم هذا الذي يجعل ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير مبطلا لصلاتنا ألا لعنة على هذه الصلاة ألا لعنة على هذه العقيدة وهذه الفتاوى هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين هموا هموا الذين باض إبليس في صدورهم وفرخ في عقولهم فأنتجوا لنا ما أنتجوا من الغباء العقائدي ومن الغباء الفتوائي لو كانوا أذكياء هل قالوا بهذا القول الشيعي الشيعي الذي أساس دينه علي كيف ذكر علي يبطل صلاته إنه الغباء الطوسي إنه الغباء السيستاني إنه الغباء النجفي الكربلائي إنه الغباء الحوزوي إنه الغباء المرجعي هذا هو الغباء الاصطناعي الذي أتحدث عنه هم يبطلون صلاة أنفسهم ويبطلون صلاة بقية الشيعة من مقلديهم هكذا ينشرون الغباء قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم يقولوا أقف عند الشبهات جناب الأغى محتاط محتاط يحتاط في ذكر علي احتياط وجوبي من طيح الله أحظكم محظ احتياطاتكم الوجوبية والاستحبابية يقولوا أقف عند الشبهة وفيها وقاع ويقولوا أعتزل البدع وبينها الطجع فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك ميت الأحياء أنتم تقولون لا يجوز تقليد الميت ابتداء فهؤلاء موتى وذلك ميت الأحياء أنصف أنفسكم لا أقول أنصفوني لست بحاجة إلى إنصافكم حديث علي هو الذي ينصفني منطق أمير المؤمنين هو الذي ينصفني إذا كان منطق أمير المؤمنين ينصفني فهل أنا بحاجة إلى إنصاف من أمثالكم لكن أنصفوا أنفسكم أنصفوا أنفسكم هذا بيان أمير المؤمنين طبقوا هذه الحقائق على أرض الواقع لا أستطيع أن أتحدث كثيرا وأن أسب كثيرا في التفاصيل لأنني أرى الوقت يجري سريعا وعندي العديد من المطالب لكنني أذهب بكم إلى فاصل نصوص مهمة ولطالما كررتها على مسامعكم سأمر عليها سريعا لأنها ترتبط بالموضوع الذي أتحدث عنه بشكل مباشر لا أستطيع أن أغض الطرف عنها سيكون حديثا ناقصا سيظهر العور فيه بشكل واضح هذا هو الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والسبعين بعد المئة إنها الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة أربعمية وعشرة للهجرة من الناحية المقدسة وقد ذكرت ما أريد أن أقرأه عليكم قبل قليل ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم الخطاب هنا إلى علماء الشيعة إلى مراجع الشيعة إلى فقهاء الشيعة إلى زعماء الشيعة عبر المفيد ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم ما هو هذا؟ مذجنح كثير منكم الأكثر مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة السلف الصالح التزموا ميثاق بيعة الغدير هؤلاء شذوا ونقضوا بيعة الغدير مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة السلف الصالح إنهم جابر ابن يزيد الجعفي إنه زرارة ابن أعين إنه جميل ابن دراج إنه محمد ابن مسلم أطائفي إنه المفضل ابن عمر إنه محمد ابن سنان إنه يونس ابن عبد الرحمن إنه إبراهيم ابن هاشم القمي وولده علي إنه سعد الأشعري القمي إنه محمد ابن الحسن الصفار إنه إنه هؤلاء هم السلف الصالح هؤلاء سلفنا وتجدد منهجهم على يد الكليني وعلى يد ابن بابوي والد الصدوق وعلى يد ابن أبي زينب النعماني وعلى يد ابن قولوي وأمثال هؤلاء تجدد المنهج المحمدي اليماني القمي على يد هؤلاء كتبهم هي التي حفظت لنا هذا الدين ولكن حينما تأسست حوزة النجاث طويت صحائف ذلك المنهج وحل الويل والضلال والخراب في واقعنا العقائدي منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا وهذه الرسالة وصلت إلى المفيد والطوسي كان موجودا بجانب المفيد الطوسي التحق بالمفيد سنة أربعمية وثمانية للهجرة وهذه الرسالة وصلت سنة أربعمية وعشر للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون العهد الذي أخذ علينا في بيعة الغدير ألا نأخذ التفسير إلا من علي وآل علي وألا نأخذ الفقه والفتوى إلا من علي وآل علي وألا نأخذ الفهم إلا من علي وآل علي فهؤلاء نبذوا تلك العهود وتلك المواثيق وركضوا باتجاه سقيفة بني ساعدة وجاءونا بكل ضلال حوزة النجف ومنذ سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة حينما تأسست حوزة النجف وإلى يومنا هذا نحن غاطسون في ضلال الطوسي والطوسيين ومع عرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فماذا سيقول صاحب الزمان للسيستاني وهو يدافع عن قتلة الزهراء ويجعل من شيعة قتلة الزهراء أنفسا له وهو الذي يتآمر بالسر على الشيعة مع عمر موسى يتآمر على الشيعة ويريد أن يلقى بهم في أحضان النواصب والوهابيين وهذا هو الذي حدث فماذا سيقول صاحب الأمر طبقوا هذا الكلام على الواقع الذي نعيشه وطبقوه على أنفسكم إنكم أتباع هؤلاء هذا هو الكلام الذي لا بد أن يقال ولا بد أن يسمع ولا بد أن يفكر فيه أنا لا أطالبكم أن تسلموا لكلامي من أنا؟ التسليم لمحمد وآل محمد فقط إنما أقول لكم احترموا عقولكم إن بقيت منها بقية بعد عملية إخصاء العقول التي قام بها الطوسيون من مراجع الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين تذكروا هذا التاريخ تذكروا من أن بليتنا بدأت سنة أربعمية وثمانية وأربعين حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزة النجف المشؤومة ألا لعنة على هذه الحوزة ألا لعنة على منهجها المشؤوم لقد ضللوا أجدادنا وآباءنا وضللونا ولازلنا نحن نغطس في هذا الضلال ومعرفتنا بالزلل الذي عصابكم مذجنح كثير منكم يا مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون يا الشيعة العراق إن خدعتم بمنهج السيستاني فإن السيستانية لن يدوم رجل كبير السن سيموت ربما أموت قبله لا أدري الأجال بيد صاحب الأمر صلوات الله عليه لكنه سيموت فأنا لا أقارن هنا بين عمري وعمره لا شأن لي بهذا الموضوع لكنه سيموت حاولوا أن تدركوا أنفسكم حاولوا أن تخلصوا أنفسكم من شباك الغباء هذه ومن مصائد الغباء هذه ومن كمائن الغباء هذه فإن القوم ينصبون لكم الشباك من الآن كي تستمروا في تلك الشباك ما بعد موت السيستاني أدركوا أنفسكم أدركوا أنفسكم في الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية واثنعش للهجرة الرسالة الأولى وصلت سنة أربعمية وعشرة للهجرة الرسالة الثانية وصلت سنة أربعمية واثنعش للهجرة والمفيد توفي سنة أربعمية واثنعش للهجرة في آخر الرسالة صاحب الأمر هكذا يقول وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ يَدْعُ لَهُمْ عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِ إِخُولْ مُتَمَنِّيًا لَوْ أَنَّ شِيَعَةِ عَلَى وَفَاءٍ بِالْعُهُودِ لكنهم ليسوا كذلك وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَأْخَّرَ عَنْهُمْ أَلْيُمْنُوا بِلِقَائِنَا وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمْ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا وَلَكِنَّنَا لَا نَسْتَحَقُّ ذَلِكُ وَلِذَا هَجَرَنَا إِمَامُنَا لَمَا تَأْخَّرَ عَنْهُمْ أَلْيُمْنُوا بِلِقَائِنَا وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمْ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا عَلَى حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَصِدْقِهَا مِنْهُمْ بِنَا فَهُمْ لَا يَعْرِفُونَنَا لَا يَعْرِفُونَ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدًا فَمَا يَحْبِسْهُنَا عَنْهُمْ إِلَّا مَا يَتَّصِلُ بِنَا مِمَّا نَكْرَهُهُ وَلَا نُؤْثِرُهُ مِنْهُمْ الْإِمَامُ ابْتَعَدَ عَنَّا لِأَنَّهُ يَكْرَهُ التَّوَاصُلَ مَعَنَا هذا القانون اذكروني أذكركم وهذا القانون من لزمنا أئمتنا يقولون إمامنا الرضا يقول من لزمنا لزمناه هذا يعني أننا في حال وفي وضع إمامنا لا يريدنا يكره التواصل معنا هو الذي يقول لست أنا فما يحبسنا عنهم عن شيعتنا إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه الإمام يجدنا في حالة مقرفة يكره التواصل معنا لماذا؟ لماذا؟ لأننا لم نكن أوفية لماذا؟ لأننا اتبعنا هؤلاء المراجع الذين نقضوا العهود والمواثيق هذه هي الحقيقة يا أيها الشيعة هذه هي الحقيقة أنا لا آتكم بشيء من عندي هذه كتبنا المعروفة وهذه كلمات إمام زماننا دالة بنفسها على نفسها بعيدا عن قذارات علم الرجال وقذارات مراجع حوزة النجف وكربلا ومعرفتنا الخطاب للمراجع ومعرفتنا بالزلل الذي أصابك قطعا هذا الزلل وصل إلى عامة الشيعة من خلال هؤلاء المراجع زلة العالم في أحاديث العترة كخرق السفينة خرق السفينة يغرقها ويغرق الذين فيها زلة العالم تغرقه وتضله وتغرق وتضل الذين يأخذون الدين منه ولذا أحاديث الأئمة تقول من أن أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى ضلوا وأضلوا الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ومن هنا أعلننا من هنا أعلننا في ميثاق عمل مؤسسة القمر للثقافة والإعلام من أننا نبايع البيعتين ونتبرأ البراءتين البيعتان الغدير الأول والغدير الثاني والبراءتان براءة من سقيفة بني ساعدة وبراءة من سقيفة بني طوسي من هؤلاء الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون لأننا إذا لم نتبرأ من سقيفة هؤلاء سنكون في أسوأ حالين ونحن حالنا سيئ لكننا سنكون في أسوأ ما يمكن أن يكون وسيكون هذا الكلام منطبقا علينا بالتمام والكمال فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم ويل لمراجع النجف وكربلا ويل لوكلائهم هذا هو حالهم ويل لخطباء منابرهم نذهب إلى فاصل أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه الطبعة طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة الثالثة والثلاثين إنه الحديث السادس والعشرون عن سيد الأوصياء ومرارا وكرارا قرأت هذا الحديث لكنني أجد نفسي محتاجا لقراءته الآن يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا والمنتحلين مودتنا يعني والمعتقدين مودتنا فالانتحال اعتقاد يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي إنهم مراجع النجف وكربلاء إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنان لا يجعلون الأحاديث أساسا ويحاولون قدر الإمكان أن يضعف الأحاديث وفي أعرافهم في أعراف حوزة النجف وكربلاء المحقق عندهم هو الذي يضعف مقدارا أكبر من أحاديث أهل البيت هذا هو المحقق إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنان تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خول عبيدا وما له دول فذلت لهم الرقاب وما له دول يتصرفون فيه كما يريدون فذلت لهم الرقاب إنها رقاب السياسيين التي ذلت لهم طمعا لا اعتقادا وحبا طمعا وخداعا فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب من مقلديهم ونازعوا الحق أهله أهل الحق هم محمد وآل محمد ونازعوا الحق أهله سلبوا الألقاب والأوصاف الإمام آية الله العظمى الحجة هذا مصداق من المصادق وإلا فإنهم سلبوا كل شيء ونازعوا صاحب الزمان في كل شيء إلى يوم ظهوره وسيخرجون لقتاله وحربه ويقولون له ارجع إن دين جدك في خير إنه في خير بوجودهم ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال لا علم عنده علومهم علوم النواصب والكفار لأنهم كفروا ببيعة الغدير والملاعي نذهب إلى فاصل هكذا يقول أمير المؤمنين يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها أن يدرك حقائقها فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له قيل للصادق أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خول عبيدا وما له دول فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق وأشباه الكلاب هذا منطق القرآن القرآن في سورة الأعراف يتحدث عن بلعم بن باعوراء وهو من حملة الأسرار ومن حملة الآيات في الآية الخامسة والسبعين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا من حملة الأسرار فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى أن تقول الآيات فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص هذا أمر هذه الحقائق لا بد أن تذكر القرآن يأمر رسول الله أن يتحدث عن بلعم بن باعوراء ومن أن مثله كمثل الكلب فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فاقصص القصص هذا أمر وهذا الأمر يجري على حديث العترة وعلى حديث العترة بالدرجة الأولى لماذا؟ لأن حديث العترة هو الذي يفسر لنا القرآن من دون أن ندرك حديث العترة فإن قراءة القرآن لا معنى لها لا قيمة لها ستبقى القلوب مقفلة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفالها أخفال القلوب في حديث العترة هم الذين يقولون حديثنا جلاء للقلوب هم الذين يقولون صلوات الله عليهم حديثنا حياة القلوب يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها هؤلاء هم مراجع النجف وكربلاء لا يحفظون حديث أهل البيت ولا يدركون حقائقه كل الذي عندهم من زبالة النواصب وهؤلاء خطباء المنبر هم أفضل ما عند المراجع كي يظهروه إلى الناس كي ينشر الغباء في الوسط الشيعي فانظروا إلى أحاديثهم السخيفة وإلى أقوالهم الهزيلة هؤلاء ينطقون عن مراجع النجف وكربلاء وينقلون ضلالهم وسخفهم وقلة معرفتهم بمعارف العترة الطاهرة يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة تفلتت تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين هؤلاء المراجع وهم من الجهال والكفار والملاعين فسئلوا عما لا يعلمون اسألوهم اسألوهم فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا هم ضلوا وأضلوا الشيعة معه لأنهم لم يلتزموا بمواثيق بيعة الغدير خانوا بيعة الغدير مذجنح كثير منكم كما يقول صاحب الأمر مذجنح كثير منكم يا مراجع الشيعة جنحوا عن أي شيئ مذجنح كثير منكم عما كان عليه السلف الصالح شاسعا عن كانوا بعيدين عن ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة المدثر في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة وما بعدها من الآيات في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة من سورة المدثر فما لهم عن التذكرة معرضين هذا العنوان عنوان التذكرة في ثقافة العترة في القرآن عنوان لولاية أمير المؤمنين ما أنا الذي أقول هم الذين يقولون الكاف الشريف الجزء الأول طبعة دار الأسوة طهران إيران هذا هو الحديث الحادي والتسعون حديث طويل بسنده بسند الكليني عن محمد بن الفضيل عن إمامنا موسى بن جعفر عن أبو الحسن الماضي أبو الحسن الماضي موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه هذه كنيته وهذا لقبه في كتب الحديث قلت محمد بن الفضيل يسأل الإمام الكاظم فما لهم عن التذكرة معرضين الحديث طويل أنا أقرأ من صفحة 492 وصفحة 493 قلت فما لهم عن التذكرة معرضين يعني ما معنى هذه الآية قال عن الولاية معرضين قلت كلا إنها تذكرة قال الولاية هذا المصطلح القرآني التذكرة إنها ولاية أمير المؤمنين إنها ولاية صاحب الأمر نحن قد بايعنا البيعتين قد والينا الولايتين ولاية علي وولاية القائم فهذا العنوان التذكرة ولاية أمير المؤمنين ولاية الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ماذا تقول الآية التاسعة والأربعون بعد البسملة من سورة المدثر فما لهم عن التذكرة معرضين تستمر الآيات كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن التذكرة التذكرة إنها بيعة الغدير إنها ولاية عليين إنها البيعة الأولى إنها العهد المأخوذ علينا فما لهم عن التذكرة معرضين لماذا أعرضوا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة القسورة هو الأسد والقسورة أيضا من ألقاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنا الذي في رجزه في خيبر أنا الذي أنا الذي سمتني أمي حيدرة درغام آجام وليث قسورة أكيلكم بالسيف كيل السندرة هذا رجز الأمير في خيبر في مواجهة مرحب أنا الذي سمتني أمي حيدرة فر مرحب حينما سمع من أن الذي يواجهه قد سمته أمه حيدرة وللأمر حكاية مفصلة لا مجال لذكرها أنا الذي سمتني أمي حيدرة درغام آجام وليث قسورة كأنهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ماذا تقول أحاديثهم أحاديث العترة الطاهرة أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي وطبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة رواية طويلة تبدأ في صفحة 734 الرواية السادسة عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يصل الكلام وقوله فما لهم عن التذكرة معرضين قال يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين وقوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قال يعني كأنهم حمر وحش حمر وحش يعني هذه الحمر البرية المخططة قال يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد صلوات الله عليهم نفرت عن الحق ما هو هذا حال المعممين في النجف وكربلاء ينفرون من حديث العترة ما إن يسمع نصا روائيا أو نصا من زيارة أو دعاء إلا وهاجموه بأنه ضعيف السنة صدقوني طلاب الحوزة في بداية مجيئهم إلى الحوزة هذا أنا سمعته بأذاني الأساتذة في الحوزة يحذرونهم من قراءة كتب الحديث ويأمرونهم بقراءة كتب العلماء وكتب علماء الشيعة كتب ضلال كتب ضلال لأنها قد أخذت في أصولها وأسسها من فكر سقيفة بني ساعد هذه هي الحقيقة من الآخر لماذا تبعدون طلاب الحوزة المبتدئين عن أحاديث أهل البيت ما هي أحاديث أهل البيت لكل الناس للخواص والعوام فلماذا تبعدون المبتدئين من طلاب الحوزة عن كتب حديث أهل البيت وتشككونهم في ذلك وتعلمونهم كيف يشككون في الأحاديث صحيح الآن إذا ما دخلتم إلى شبكة الإنترنت ستجدون إقبالا على الحديث الفضل في هذا يعود إلى قناة المودة الفضائية وإلى قناة القمار قبلتم هذا مني أم لم تقبلوه الفضل يعود إلى برامج قناة المودة وإلى برامج قناة القمار قناة المودة الفضائية قناة افتتحتها في السنين السابقة وأغلقت أغلقت بسبب المشكلة المادية وبعد ذلك افتتحت قناة القمار بسبب قناة المودة وبسبب برامج قناة القمار وبسبب أنشطة مؤسسة القمر للثقافة والإعلام صار حديث أهل البيت منتشرا في الوسط الشيعي وصار أصحاب العمائم يخافون أن يشكلوا عليه أتحدث عن كثيرين منهم يخافون أن أدخلهم في سنار القمر المركزي فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة حمر وقد استنفرت أصابها الذعر وأصابها الخوف من ذكر حقائق بيعة الغدير هذا هو السر في حربهم لقناة القمر هذا هو السر السر في حرب المرجعية السيستانية وسائر المرجعيات علنا في السر يتابعون البرامج وحق هذا القرآن وحق هذه الكتب التي هي مليئة بكلام العترة الطاهرة هم الآن في النجف وفي كربلاء وحتى في قم يتابعون برامجي ويتابعون هذه الحلقة وسيتابعون الإعادة أقول هذا الكلام عن يقينين عن معلومات دقيقتين ولكنهم يحاربونني ويحاربون قناة القمر ومؤسسة القمر من ضمن برنامج صناعة الغباء في العقل الشيعي هكذا يفعلون هكذا يفعلون هم يتابعون البرامج للانتفاع منها لأنهم يعلمون أن الحقيقة هنا وهم لا يجدونها في الكتب التي عنده يجدون الحقيقة في هذه البرامج أنا أخاطب الذين يعرفون صدق كلامي أخاطب الذين جربوا صدقي لا أخاطب الجميع فالذين لم يجربوا صدقي قد يكذبون كلامي هذا ولا أبالي ولا أبالي لكن الحقيقة هذه هي كأنهم حمر مستنفرة ما هم هكذا يفعلون الشيعة هكذا يفعلون يقومون يزاقطون واحد يزقط الثاني إذا ما طرح حديث قناة القمار هذه هي العقيقة الموجودة سألوا أي معمم عن أي مطلب عقائدي لا يملك جوابا مباشرة يقول لك إنك تستمع إلى الغزي وما تضير في ذلك أجبني على سؤالي يا أيها المعمم الحمار الجائل أجبني على سؤالي وهذا جواب أنا أسألك حتى لو استمعت إلى الغزي لماذا لا تجبني لأنه حمار حمر مستنفرة فرت من قسورة فرت من معارف أهل البيت سلوهم جربوهم جربوا أصحاب العمائم ألا تذهبون إلى الزيارات جربوا أصحاب العمائم في العتبة الحسينية في العتبة العباسية في العتبة العلوية في شوارع النجا سلوهم عن حقائق المعارف التي تطرح في هذه البرامج مباشرة سيقولون لكم أنكم تتابعون الغزي هذا قول الغزي وما الضير في ذلك حتى لو كان كافرا ضالا أجبني على سؤالي إنهم حمر مستنفرة حمير هؤلاء لن يجيبوكم مصداق واضح للإعراض عن التذكرة فما لهم عن التذكرة معرضيين لماذا؟ لأنهم حمر مستنفرة أمطايا واحد يسقط الثاني الحمر المستنفرة أمطاية الزاقاط واحد يسقط الثاني واحد يرفس الثاني فما لهم عن التذكرة معرضيين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وقت الحلقة انتهى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر